سريعا الأوضاع على الأرض في قطاع غزة بس أنا الحقيقة نهاردة مش أقول لكم حصيلة الشهداء والمصابين في القطاع لكن خلونا نشوف بقى هم ضحاياهم عاملين إزاي لأن الدنيا مقلوبة عندهم الحقيقة وأكبر رقم يتحقق من ساعة بداية هذا العدوان الهامجي الحقيقة 24 عسكري في يوم واحد دي طبعا ضربة بالنسبة لهم يعني من العيار التقيل وقالوا علينا دا تمن كبير تمن باهز إحنا بندفعه على 24 عسكري 24 جندي لكن الألوف المؤلفة اللي بتسقط فنتنياهو قال برضو يعني مع وزح دا تمن كبير وكل حاجة لكن إحنا مش هنتوقف في عملياتنا العسكرية لغاية لما نحقق النصر معرفش أي نصر بيتكلم عليه أي أهداف حققها أو أي أهداف ممكن هو يحققها دا في كلام دلوقتي إن احنا طب نوقف إطلاق النار لمدة مش عارفة إيه بس ويتغادر قيادات حماس بس القطاع لأنه هو مش قادر هو عاجز إن هو يوصل لهم وعاجز إن هو يفكك القدرة العسكرية وعاجز إن هو يوصل للأسرة بتوعه فبالتالي إنت إيه النصر اللي إنت عايزه هو النصر الشخصي اللي هو عايزه هو وحكومة المتطرفة إن هو يفضل في الحكومة لأطول وقت ممكن عشان عارف إن فيه حساب وفيه مسألة وما فيش لمستقبل سياسي ولا فيه أي شيء فتمن باهز بس التمن الباهز اللي بيدفعه وبيدفعه المدنيين من أشقاءنا في قطاع غزة عشان كده التحركات المصرية اللي بقولنا بنتكلم على بيان الاتحاد الأوروبي والمبادرة المصرية الهدف منها نمر واحد وقف النار وقف إطلاق النار ووضع إنساني صعب ومؤسف دخل مساعدات اتكلم في حل السياسي وحل الدولتين فيعني نتمنى إن شاء الله إن هذه الأمور تنتهي على خير وفي أقرب وقت ممكن بإذن الله